الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن من أعظم ما يملكه الناس بعد دينهم ما يتعلق بسمعتهم وأعراضهم ولذلك تجد أن عند الناس من الحمية في هذا الباب الشيء الكثير ولا يرضى أحد منهم أن يطعن فيه بأدنى شيء مما يتعلق بهذا الباب ومن هذا المنطلق نتذاكر في هذا اليوم أياما من الأيام الخوالي أوذي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله وبلغ الأذى في عرض أهله وتكلموا فيه الكذب والزور والبهتان لكن الله عز وجل برأ عرض نبيه من أقوال هؤلاء المفترين ذلكم هو الحديث في قصة الإفك نستعرض حديث عائشة رضي الله عنها الذي ورد في سياق هذه القصة العظيمة قصة الإفك ولعلنا أن نستفيد منه بعض الفوائد تقول عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها أهل الإفك ما قالوه فبرأها الله جل وعلا من مقالتهم بآيات نزلت في القرآن العظيم باقيه إلى قيام الساعة تدل على براءة هذه المرأة وطحارتها كيف لا وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا وهي من آثر الناس عنده صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها وكانت سودة في آخر عمرها قد وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها بعد أن كبرت سودة ورأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في أن تهب يومها وليلتها لعائشة تريد بذلك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا شأن أهل الديانة والإيمان يسعون إلى استجلاب الرضا ولو بتفويت شيء من حضوظ أنفسهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة قالت عائشة رضي الله عنها في إحدى الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه فخرج سهمي في تلك الغزوة أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تلك الغزوة بعد نزول الحجاب قالت عائشة فكنت على هودجي والهودج المركب الذي وضع على البعير تجلس فيه المرأة بحيث يكون ذلك ساترا لها لألا يشاهدها الآخرون قالت فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه وذلك لأن عائشة خفيفة فكانت لا يحجونها إلى أن تنزل وإنما ينزلون الهودج من أجل أن يكون أسهل عليها قالت فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته وقفل ودنون من المدينة راجعين وقال لأصحابه أو آذن أصحابه في إحدى الليالي في الليل بالرحيل وكنت في تلك الليلة قد خرجت من الهودج لقضاء حاجتي ومشيت حتى جاوزت الجيش قالت فلما قضيت حاجتي أقبلت إلى رحلي ولما قربت من الرحل لمست صدري فإذا عقد لي قد فقدته قد وضع من جزعي أظفار وقد انقطع فرجعت التمس عقدي فاشتغلت بذلك فحبسني ابتغاءه قالت والرهط الذين كانوا يحملون الهودج أقبلوا فحملوا الهودج ورحلوه على البعير والذي كانت تركب عليه ويحسبون أن عائشة في الهودج ولم يفقدوها بسبب أنها كانت خفيفة اللحم تقول عائشة وكان الناس إذاك خفافا ولم يغشهن اللحم إنما يأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفت الهودج حين رفعوه وحملوه قالت وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ذهبت لعقدي فوجدت العقد بعدما ذهب الجيش ماذا فعلت عائشة وكيف كان الأمر وما الذي حصل بعد هذا وما هي نهاية هذه القصة لعلنا نستمع لذلك بعد الفاصل حياكم الله بعد الفاصل وكنا قد ذكرنا أن عائشة ذهبت تبحث عن عقدها فأخذوا هودجها ووضعوه على بحيرها وذهبوا فعادت عائشة رضي الله عنها فجاءت إلى منازل القوم وليس بها منهم داع ولا مجيب في الليل وقد خرجوا وذهبوا فذهبت إلى المنزل الذي كان فيه هودجها وجلست فيه تظن أنهم سيفقدونها فسيرجعون إليها قالت فبينها أنا جالس في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر رجلا من أصحابه من أهل العفة والنزاهة اسمه صفوان بن المعطل من أجل أن يبقى بعد الجيش فإذا سقط شيء من الجيش فإذا به يلتقطه قال فلما ذهبوا جاء بعدهم فأصبح عند منزلي فرأى من بعيد فإذا بسواد إنسان نائم فأقبل فعرفني وكان يراها قبل ذلك قبل أن ينزل الحجاب وحينئذ استيقظت عائشة رضي الله عنها لما سمعته يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون فاستيقظت وتحجبت وخمرت وجهها بجلبابها تقول عائشة والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه ولا كلمة غير استرجاعه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ثم إنه أناخ راحلته فمكنها من ركوب الناقة فقامت إلى ناقة فركبتها قالت فانطلق بي يقود الراحلة حتى أتينا الجيش وقد نزلوا موغرين في نحو وقت الظهر فحينئذين شاهد بعضهم صفوان بن المعطل وشاهد عائشة معه على البعير وبدأوا يتكلمون بالإفك والزور والبهتان في عائشة رضي الله عنها وكان الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول لكنه لم يكن يصره وإنما كان يحدث بما يستنتج منه ويحدث عنده فيقر ذلك الحديث ومن تحدث عنده يسأل ذلك المتحدث ويستفسر منه بما يجعل النفوس تصدق تلك الفرية ومن ضمن من تكلم في عائشة حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وهو من قرابة أبي بكر الصديق وحمنة بنت جحش من أجل أن أختها زينة بنت جحش كانت تسامي عائشة رضي الله عنها في المكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء فجلدوا حد القذف والذي تولى كبر ذلك هو عبد الله بن أبي بن سلول كما تقدم هؤلاء الذين تكلموا ندموا على كلامهم وعلموا أن هذه معصية ونزغة من إبليس فعادوا وتابوا إلى الله جل وعلا ولذلك قام حسان بن ثابت بقول بعض الأبيات والقصائد في عرض النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله فإن أبي ووالده فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء وقال عن عائشة حصان رزان لا تمت بريبة قالت عائشة فقدمنا المدينة ولما قدمنا المدينة جاءني بعض المرض فاشتكيت وبقيت شهرا وأنا مريضة والناس يتحدثون بحديث الإثق وأنا لا أشعر بشيء من ذلك ولا أسمع أي حديث في هذا الباب ولكن كان يريبني في وجعي ذاك أنني لم أكن أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اللطف الذي كنت أعرفه منه سابقا خصوصا في حال الشكوى فلم يكن عنده من الرأفة بي ما كان يماثل ما كان قبل ذلك وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي سلم ثم قال كيف تيكم وثم ينصرف فهذا الذي كان يريبني وكنت لا أشعر بالشير ولا أنتبه للإفك والبناء والبهتان الذي كان يقال لما خف ذلك الألم على عائشة رضي الله عنها وزال منها بعض الأثر الذي كانت تشتكي منه خرجت من أجل أن تقضي حاجتها وكانوا في الزمان الأول يقضون حوائجهم في البرية في الليل ولا يخرجون إلا في الليل وذلك رغبة في التستر ولم يكن عندهم الكنف التي هي الحمامات قالت عائشة فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصر منطقة كان النساء يقضين فيها حوائجهن قالت وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف عن الحمامات قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في قضاء الغائط في البرية والتنزه وكنا نتأذى أن توجد الحمامات في البيوت لما قد يكون فيها من رائحة ونحو ذلك قالت انطلقت مع أمي مصطح وهي ابنة أو قريبة لأبي بكر الصديق فلما ونحن نسير في طريقنا وأقبلنا قد قضينا حاجتنا عثرت أم مصطح في ثيابها في مرطها فقالت تعسى مصطح فقالت عائشة بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا حينئذ ذكرت أم مصطح عن مصطح أنه تكلم في عائشة ما الذي حدث بعد ذلك وما الذي وقع سنتكلم عنه بعد الفاصل بإذن الله عز وجل حياكم الله خرجت عائشة رضي الله عنها مع أم مصطح لقضاء حاجتهم وهم في رجعتهم تعثرت أم مصطح وقالت تعسى مصطح فقالت عائشة تسبين رجلا قد شهد بدرا قالت أما علمتي أما سمعتي وأخبرتها بمقالتي أهل الإفك فوقع ذلك على عائشة كالصاعقة قالت عائشة فمرضت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف تيكم فقالت عائشة أتأذن لي أن أذهب إلى أبوي تريد أن تستكمس مع الخبر هل هو صحيح؟ هل هذا معقول؟ قالت فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى أبويها وأرسل معها غلاما فسألت أمها يا أمتاه ماذا يتحدث به الناس؟ فقالت أمها هوني عليك يا ابني إنما أنت مرأة وضيئة ولك مكانة وحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك ضرائر وما كان مرأة كذلك إلا أكثر الناس فيها فقلت سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذا؟ فوقع عليها المصيبة الأخرى فجلست تبكي تلك الليلة حتى أصبحت لا يأتيها نوم ولا يقف عنها دمع وكذلك في الصباح ودعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يستشيرهم ماذا يفعل؟ هل يفارق عائشة؟ أو ماذا يفعل؟ فقالها أسامة يا رسول الله أهلك ولا نعلم عنهم إلا الخير ولا نعلم عنهم إلا البراءة وفي نفسك لهم من الود ولا نعلم والله إلا خيرا وقال علي رضي الله عنه يا رسول الله النساء سواها كثير ولم يضيق الله عليك وسأل الجارية تصدقها يعني الجارية التي كانت مع عائشة وكان معها جارية يقال لها بريرة فسألها النبي صلى الله عليه وسلم يا بريرة هل رأيت من أمر عائشة ما تشكين فيه؟ فقالت والله ما رأيت شيئا يريبني والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها شيئا أستنقصها بسببه إلا أنها جارية تنام عن عجين أهلها يعني ليس عندها ذلك التدبير فقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا هذا بهتان عظيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة يخطب في الناس يستعذر من أولئك الذين تكلموا فيه عبد الله بن أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا أعذرك إن كان من الأوس جماعتنا ضربت عنقه وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقام رجل من الخزرج وهو سعد بن عبادة كان رجلا صالح لكن حملته الحمية فقال سعد كذبت العمر الله والله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من راهطك ما أحببت أن يقتل فقام السيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال كذبت يا سعد يعني ابن عبادة والله لنقتلنه إنك لمنافق تجادل عن المنافقين فثار الصحابة من الأوس والخزرج في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح يسكتهم ويخفضهم ويفرقهم قالت عائشة بكيت لي مدة أيام ثلاثة أيام لا أنام ولا يتوقف دمعي قالت فبين أبوي جالسان عندي وأنا أبكي إذا استأذنت علي امرأة من الأنصار استأذنت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يجلس معها قبل ذلك ولبثت شهرا لا ينزل وحي فقال يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريء فسيبرئك لله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي فإن العبد إذا اعترف بذنب فتاب تاب الله عليه فقالت عائشة لأبويها أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبها لا أبوها ولا أمها فقالت عائشة إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث واستقر في نفوسكم فلئن قلت إني بريئة فإنكم لا تصدقوني ولكن أقول كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فنزلت الآيات العظيمة التي تبرئ عائشة رضي الله عنها مما قالت أهل الإفك بقيت إلى قيام الساعة بارك الله فيكم وحمى الله أعراضكم وجعلكم موفقين في كل أموركم وصلى الله على نبينا محمد اشتركوا في القناة